دخل التمرين الأمنية المشترك أمن الخليج العربي واحد والذي تستضيفه حاليا مملكة البحرين بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة دخل مراحله النهائية فيما تؤكد المؤشرات أن التمرين حقق أهدافه المرجوة وأثبتت القوات الأمنية المشاركة خدرة على أداء المهام المشتركة تشارك القوة الأمنية القطرية في فعاليات التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد بعدد من العناصر والآليات المتطورة التي تساهم في إنجاز العمل الأمني وتتمثل هذه المشاركة في قوة الأخوية التي تعد من أهم قوات الأمن الداخلي في دولة قطر وتشارك هذه القوة في تنفيذ أربع فرضيات أمنية يتضمنها التمرين تتركز في محاصرة عناصر إرهابية واقتحام من قبل أحد فروع القوة المتخصصة بعمليات الاقتحام الانسجام الواضح بين عناصر القوة القطرية وبقية القوات كان أمرا مشهودا خلال تنفيذ العمليات الأمر الذي أتاح مساحة واسعة لتبادل الخبرات من خلال التعامل المباشر بين عناصر القوات المشاركة الاندماج بين القادة، الاندماج بين الأفراد، الاندماج أفراد الغتال، الاختحام جميع القطاعات والأماكن كان شيء ملموس وملاحظ من أول يوم لحد الآن اللهم لك الحمد، هذا شيء يشكرون عليه القيادة العليا وطبعا الخليجية قوة واحدة يعني وما حسنا بين فرق بين مثلا السعودية ولا قطر ولا أعمان ولا البحرين يعني منها الدول ذيلا كلنا عمل واحد، عمل مشترك واحد والأمن واحد والمصير واحد كان جاءت مشاركة القوة القطرية في إطار توجه أشمل من جانب قوات دول مجلس التعاون المشاركة في التمرين يستهدف تعزيز منظومة تبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية بما يسهم في أداء المهام الأمنية بأعلى مستويات الدقة والسرعة والكفاءة وكما بدأ التناغم والتجانس واضحا وبجلا خلال التمارين الميدانية التي نفذتها القوات الأمنية المشاركة في التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد فقد سهمت القوة الأمنية العمانية أيضا في تنفيذ الفرضيات الأمنية حيث كانت صاحبة الدور الأساسي في بعضها وقوات إسناد في البعض الآخر ويمكن الجزم بأن العامل المشترك بين كافة الفرضيات التي تضمنها التمرين تمثل في الانسجام الكامل بين مختلف القوة الأمنية الخليجية حيث تحقق تبادل الخبرات وقطعة القوات المشاركة الشوطن متقدما للغاية فيما يخص توحيد المفاهيم والمصطلحات هناك انسجام في تنفيذ الفرضيات التمرين وخصوصا الفرضية الثامنة التي تعتبر الفرضية المشتركة ما بين الفرق الثانية ونلاحظ فيه انسجام فعلا أنه ما بين هذه الفرق فيه عمليات التقدم والاقتحام وكذلك يعني الوسائل الممكن أنه تخدم هذه الفرضية من خلال الأيام الماضية وبداية التدريبات كان فيه اندماج في المجموعات في القوى الموجودة ومن خلالها لاحظنا العديد من الصور الجيدة من خلال انتقال الخبرات من فريق إلى الآخر جاءت مشاركة شرطة عمال السلطانية في التمرين بقوة تنفيذية متخصصة في مكافحة الإرهاب وبعليات متنوعة تستخدم في عمليات الاقتحام والمواجهة بالإضافة إلى عناصر الاسناد الإداري وللحديث أكثر حول هذا التمرين الهام يأسرنا أن نستضيف سعادة لواء دكتور يوسف أحمد وصال أستاذ الأمن القومي وإدارة الأزمات ومستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والزميل كلية الدفاع الوطني بجمهورية مصر العربية أستاذ سعادة لواء أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا في البداية كيف تنظرون إلى قدرة البحرين في تنظيم هذا التمرين الخليجي المشترك الهام بدون شك أن هذه التدريبات أو التمرينات بهذا الحجم الكبير جدا من القوات وبهذا التنوع وعلى مدى الفترة الكبيرة من 17 أكتوبر من 25 أكتوبر إلى 17 نوفمبر بدون شك ده معناه أن فيه تخطيط بشكل علمي وفيه تنسيق وفيه رجلسيات عالية جدا وفيه نتائج نتيجة هذا المجهود وهذا التنسيق اللي بالتأكيد التخطيط ليه استمر من فترة قبل ذلك أعتقد أن ده يعني إنجاز كبير جدا وإنجاز تحتاج المنطقة لأنه يشكل رسالة حقيقية إلى العالم وإلى القوى المحيطة وإلى القوى العدائية وإلى الذين لا يريدون خيرا لهذه المنطقة من العالم ومن العالم العربي أن دول الخليج قادرة على أن تكون قوة حقيقية راضعة تواجه أي عملية تخريبية وذلك سيحقق السلام والتنمية وفي إطار من الدعم اللوجستي المتكامل لهذه الدول فأرى أن هناك نجاح كبير جدا في تخطيط هذا التدريب الأمن الخليج العربي الأول أو رقم واحد بدون شك يعتبر بداية قوية جدا ومن الناحية العلمية ومن الناحية الأمنية إنجاز كبير جدا جاء في الوقت المناسب في ظل هذه التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة لا شك سعادة اللواء دكتور من وجهة نظركم ما هي دلالات هذا التمرين المشترك والرسائل التي يبعثوا بها دلالات طبعا واضحة من المتابعين إن أولا قدرة دول مجلس التعاون الخليج على تنظيم هذا التدريب وهذا التمرين العملي الميداني الكبير جدا ويمكن البعض لم ينتبق إلى أن هناك عمليات جوية وبحرية كانت تزامنه وعمليات إبرار لمشاة البحرية ودي هذه تحتاج إلى تخطيط والترتيب كبير جدا القوة المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر قوة كبيرة وقوة راضحة لكن بالتأكيد بمثل هذا التمرين يبقى هناك مزيد من التعاون مزيد من التنسيق نقدر نقول مزيد من التناغم في الأداء يستطيع أن يكون في توزيع للأدوار وتبادل المعلومات وتبادل الخبرات القائمة يستطيع أن يشكل قوة كبيرة جدا تحمي هذه المنطقة في ظل هذه المخاطر المتزايدة ورسالة العالم وأن الدول الخليج قادرة على الدفاع على أمنها أمنها القومي وأنها ستتعاون وأنها قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من المعدات واللوجستيات يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى تدريب عفوا وكذلك أنا لاحظت من متابعة أحاديث المشاركين أن هناك في نوع من توحيد المفاهيم وأن هناك نوع من التناسق في الأداء وأن الهدف كان واضح والأساليب كانت واضحة والخبرات متكملة ومتراكمة مع بعض وكذلك التخطيط لهذا العمل التدريبي الكبير كان تخطيطا علميا وبدرجة متميزة نعم سعادة الأواء دكتور يوسف أحمد وصال أستاذ الأمن القومي وإدارة الأزمات ومستشار مركز الخليج للدراسات الإسرادية وزميل كليات الدفاع الوطني بجمهورية مصر العبية شكرا جزيلا لك شكرا إفاقنا ومتوفي إن شاء الله